دكتور ايه اشهر الامراض التنفسية مع دخول الشتاء اللي ممكن ولادنا يصابوا بيها وهل في امراض سهل التعافي منها وممكن امراض اخرى لازم اروح ازول الطبيب يبقى فيه هنا التدخل ومباشر اشوف ايه المشكلة ولا بس ان هفلي ممكن يعني ياخد وقت من الراحة والتغذية السليمة فيتعافي الوحده الامراض الكومن قوي ناخدها من فوق لتحت كده اول حاجة بس اقولها بسرعة كده الامل مهم جدا الامل في بداية دخول المدارس ان احنا نهتم ان الاطفال بتوعنا نحنا نمشطهم ونتأكد ما فيش امل لان الامل دي من العدوات المنتشرة جدا في المدارس وبتنتشر بسهولة قوي لان الامل ده بيفقص البيض ويتوالد بسرعة البيض ده يتقاصر بسرعة فناخد بالناب بعد كده بننزل عندنا نزلات البرد اشعر حاجة وده بيسببها اكتر من 200 نوع من الفيروسات اشعروا من حاجة اسمها الراينوفيروس ونزلت البرد دي بسيطة جدا شوية عطس خفيف شوية راشح ما تخلنيش اقلق خالص نزلات البرد دي بتصيب الردع من 6-8 مرات في السنة فدي حاجة بسيطة جدا شوية برد شوية راشح شوية عطس خفيف يمكن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وبنتعامل معاه بمنتهى يعني شوية نقط محلول ملح في الام ده واسمه البرسيتامول متوفر في كل الصيدليات لو الطفل سخن بياخد راحة يومين 3 نزلات البرد بكتير 5 ايام اعرضها بتزول في بعد كده الالف الوانزة والالف الوانزة دي برضو مرض كومن جدا على مستوى العالم وبسيط جدا وان كان بيسبب حوالي من 300 ل400 الف حالة وفاة سنويا ولكن الالف الوانزة بتيجي على هيئة راشح ممكن عطس ممكن شوية كحة احتقام في الحل يمكن درجة الحرارة بتبقى اعلى شوية لكن في النهاية برضو راحة تامة بنحط محلول ملح بندي حاجات بسيطة مخفضة للحرارة لو حصل منها مضاعفات بنتعامل مع المضاعفات امتى الام تلجأ للطبيب لو الحرارة استمرت اكتر من 48 ساعة الحرارة عالية فيه زهرة كحة الطفل تعبان مش قادر يتحرك بنلجأ للطبيب لكن احنا برضو بنصح كل ام بتسمعنا لو سمحتي لما طفلك يتعب اديه له خافض الحرارة اللي احنا متفين عليه اللي اسمه البرستامول ده دواء امن قدر اديه لأي طفل ملوش اي اعراض جانبية اكتر من 48 ساعة الحرارة مستمرة يفضل حضير تلجأي للطبيب المختص الجرعة الخاصة بالبرستامول الجرعة الخاصة بالبرستامول دي مهمة جدا هي من 10 ال 15 مل جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل يعني لو طفل وزنه 20 كيلو بنديله حوالي 300 مل جرام دي الجرعة وممكن تستشير طبيبها حتى بالتليفون ساعات بيسألونا وبنجاوب عليهم ممكن يتاخد كل 6 ساعة كل 6 ساعة انا عايز اقول برضو لكل ام بتسمعنا الحرارة دي نعمة ربنا بعتهنة الجسم بيعملها علشان يقوم بها المرض الناس بيبقوا بانيك جدا من ارتفاع درجة الحرارة ودي بش حاجة علمية الجسم لما بيخش فيه ميكروب عدوى بكتيرية او فيروسية من حكمة الجهاز بتاعنا الجسم البشري انه بيرفع درجة الحرارة درجة الحرارة لما بتترفع بتخلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا والفيروسات الناس بتقلق تقول لي يا دكتور بس الحرارة بتعمل حاجة في المخ الكلام ده غير علمي على الاطلاق في الاطفال بتوعنا من 3 ل 4 5% عندهم عرضة مع ارتفاع درجة الحرارة يحصل لهم حاجة اسمها التشنج الحراري ودي كومن في العمر من 6 شهور لسنتين بتقل حدتها لغاية 5 سنين نادرا تحصل بعد 5 سنين بنقول لأم بفرض ان الطفل سخنه وحصل تشنج بالي راسه بشوية مية و سي بيه خلال 3 4 5 زائق بالكتير بيرجع تاني لحالته الطبيعية لو الحالة طولت انزلي لأقرب مستشفى أما حكاية ان الطفل جات له سخنية وحصل له مشكلة بعدها بالمناسبة كمان ان الدولة حاليا بتعمل تطعيم لكل المدارس للحمة الشوكية أو للتهاب السحائي وده برضو كل أم بتسمعنا لما يجيلي الجواب من المدرسة لتطعيم ابنك هذا التطعيم هو حاليا شغال في المدارس الوقت البعض الفئات العمرية ده تطعيم مفيد جدا الحمد لله المرض ده بسيط جدا في مصر ملوص صورة وباقية في مصر لكن تطعيم مهم والدولة بتقدمه بالمجان في المدارس التطعيم ده مهم لما الطفل بيجيلي حالة سخنية ويحصل بعدها مشكلة غالبا بيكون ده الالتهاب السحائي فده جاي مهاجم ده مرض جاي زي الألف الوانزة جاي رايحة الجهاز التنفس العلوي أو السفلي فده مرض جاي للمخ فما تخافوش من الحرارة الحرارة في حد ذاتها شيء حاجة مفيد لكن احنا بنتعامل معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر